بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نواصل مع مقرر ميكانيكا المواقع 2 بداية الدرس السادس Introduction to Compressible Flow Part 2 بعد أن كنت تعرضنا في الشابتر 5 اللي أيضا عنوانه Introduction to Compressible Flow لكنه كان الجزء الأول من هذا الشابتر فنبدأ بداية بإيزانتربيك فلاو فنفترض هنا في different area هنا عندي velocity, enthalpy, pressure, temperature, density and area بعد ما الفلاو دخل أصبح V plus dV, H plus dH, P plus dP, T and area plus dA فهنا we first consider the general behavior of an arbitrary fluid To isolate the effects of area change, we make the following assumption Steady, one-dimensional flow Adiabatic, no-shaft work Neglect potential And no losses ونحاول في الإيزانتربيك فلاو استخراج علاقة ما بين area and velocity فهنا بما أنه إيزانتربيك فلاو راح نعتمد على Continuity Equation اللي الدنسيتي في الarea في الفلاسيتي تساوي H constant لو سويت differentiate Ln of rho plus Ln of area plus Ln of velocity equal Ln of constant هذا يعني بعد differentiate dRho على Rho plus dA area على area plus dV velocity على velocity it's equal 0 أيضا راح نستعمل إن شاء الله إيش Euler's Equation اللي تعطيني علاقة ما بين pressure و velocity وأيضا الدنسيتي استعمال هذه العلاقة هنا يعني استعمال Euler's Equation تعطيني إيش تعطيني بالنسبة للمعادلة الأول إنه الدنسيتي تساوي لي derivation أو الدنسيتي تساوي لي dP pressure على V dV مع sine of minus فإيضا لو عوثت الRho هنا بالمعادلة اللي حصلنا هنا راح نتحصل على المعادلة هذه يعني Rho كانت من تحت فإذا 1 على Rho تساوي لي V dV على dP minus وهذا هو الموجود هنا في المعادلة بعدين إيش راح نسوي راح نحط هنا عندي معلومة اللي تقول لي بإنه Flow Isontropic شفناها الشابتر الماضي إنه derivation of pressure عدي Rho is equal C تربيع فهنا في المعادلة هذه إيش عنتي عندي derivation of Rho على dP فهنا إيش راح تكون النتيجة إذن بما أنها بالمقلوب وهنا ما ننسى إنه نحكي على Isontropic Flow عشان هنا Isontropic Flow راح تساوي هذا 1 على C تربيع وهذا ليش حطينا C تربيع من تحت بعدين نحط dArea على area في جن ونحط dV على V في جن فإيش راح نتحصل نتحصل على المعادلة الأخيرة اللي تجمع لarea and velocity relation هنا نكون خلصت يعني العلاقة بين area و velocity relation في إيش في Isontropic Flow and Compressible Flow إن شاء الله الحصة القادمة نحاول استخراج علاقات بين parameters and another parameters إن شاء الله في الحصة القادمة السلام عليكم ورحمة الله